اشتركوا في القناة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وأعضاء الوفد المرافق بزيارة مقر الجمارك وحماية الحدود وكان في استقبال معالي وزير الداخلية السيد ماثيو ديفز المدير التنفيذي لبرنامج المسافر الموثوق والذي رحب بزيارة معاليه إلى الولايات المتحدة مؤكدا أهمية انضمام مملكة البحرين لبرنامج الدخول العالمي الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة تأكيدا للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين وقد اطلع معالي الوزير على المراحل الأخيرة من تنفيذ البرنامج معربا عن تقديره للفريق القائم على إدارته والمضي قدما في تنفيذ إجراءاته حيث يسهم البرنامج في تسهيل دخول مواطني مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة ويعد البرنامج أحد برامج حماية الحدود الأمريكية ويسمح بإنهاء الإجراءات للمسافرين المعتمدين مسبقا عند وصولهم إلى الولايات المتحدة وتشمل مزايا عضوية البرنامج تقليص طوابير الانتظار لإنهاء المعاملات والحصول على مزايا الدخول السريع في المطارات الأمريكية الرئيسية ترجمة نانسي قنقر